تداعيات استهداف الناقلة التي تديرها شركة اسرائيلية في بحر العرب قرب سواحل عمان لا تزال مستمرة اذ اعلن وزير الخارجي الامريكي انتونيو بلينكان عن ثقة بلاده بان ايران هي من استهدفت الناقلة عبر طائرة مسيرة متوقعا ردا دوليا جماعيا على الحادثة بلينكان اكد للصحفيين ان منطقة استهداف الناقلة شهدت على مدى عدة شهور سلسلة من التحركات الايرانية ضد سفن قطاع الشحن مضيفا ان الاستهداف الاخير للناقلة يشكل تهديدا لحركة الملاحة والتجارة في المياه الدولية وحول الرد الدولي على الحادثة اوضح الوزير الامريكي انه يوجد تواصل وتنسيق مكثف مع المملكة المتحدة واسرائيل ورومانيا ودول اخرى متوقعا ردا جماعيا ودوليا حول الحادثة في الفترة المقبلة وفي السياق تصدرت التهديدات الايرانية واستهداف الناقلة الاخيرة مباحثات مستشاري الامن القومي الامريكي والاسرائيلي في واشنطن مستشار الامن الامريكي جاك سوليفان طالب عقب المحادثات برد جماعيا مع الحلفاء ضد ايران بعد اتهامها بالمسؤولية عن الهجوم الذي اسفر عن سقوط قتيلين من طاقم ناقلة يحملان الجنسية البريطانية والرومانية على الجانب الايراني حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاد من ان بلاده سترد على وجه السرعة على اي تهديد لامنها نافيا اي صلة لبلاده بالهجوم الذي استهدف الناقلة مؤخرا اشتركوا في القناة